فضيلة الشيخ أفقكم الله يقول سمعت أحد العلماء يقول إن مس القبل أو الدبر مباشرة لا ينقض الوضوء مستشهدا بحديث إنما هو بضعة منك يقول لكن في حديث آخر صح منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس الزكر كلاهما في البلوغ نعم إن تأخذ حديثه تترك الثاني نعم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله مرتبة على أبواب فقهية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة ترجمة نانسي قنقر